اشتركوا في القناة 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 لن تجمع لكم العجينة تقدروا تضيفوا الماء باش تكملوا العجين ديالكم باش تجمع لكم واحد الحاجة واحد اخرى العجينة ما خاصها تكون طلقة بزاف يعني العجينة خاصها تكون قصحة ماشي قصحة بزاف بحال ديال الشبكية انما تكون قصحة شوية باش القروش ديالكم يجوكم هشاش ويجوكم مقرمشين ويجو خفاف فكما كتشوفوا معايا غادي ندير تقريبا دك اطرو كامل ديال الحليب دخلتوا يعني عندي نايا تقريبا جوج كيلو ديال دقيق فهزت لي تقريبا اطرو ديال الحليب وضفت باقي واحد شوية ديال ما تقريبا واحد ارباع ديال كاس ديال العنباء ديال لما فمن بعد كما كتشوفوا معايا جمعت العجين يعني ويعني رما قطعت الاحتى دلك الدك العجين عاد باش اكملت معاكم لانك العجينة تقريبا راجوش كيلو يعني بغا تدليك فدلكتها ومن بعد كما كتشوفوا معايا هدا هو الشكل ديال العجينة ديالنا فغادي ناخدها وغادي نقطعها على شكل قطع صغيرة ومباشرة غادي نخدمهم فغادي ناخد عندي نايا مايزينا او نشا فغادي ناخد مايزينا غادي نرشها على البلاصة اللي غادي تخدموا فيها ومن بعد غادي نسرح دوك القيطاع بهذا الشكل غادي نرش عليهم واحد الكيميا ديال مايزينا او نشا بهذا الشكل وانتو ما كتسرحوها باليد ديالكم ومن بعد كتطويوا بهذا الشكل يعني بحال طريقة اللي كانستعملو العجين المورغ فنفس الطريقة اللي كانستعملو الشباكية غادي نعاود نختم معاكم واحد اخرى فالطريقة هادي كتسهل عليكم من دوك القروش في نفس الوقت كتسهل عليكم إلا بغيتوا يعني تسرحوهم بدلك او لا ما متوفرش عندكم ديك الماكينة هادي باش كيورقوهم فهادي طريقة يعني كتسهل عليكم باش تسرحوهم في نفس الوقت كيجوا مورقين ودك انشاء اللي كانديرو لهم في الوسط كي يجو دوك القروش من بعد منين كيطايبو كيجوا خفاف ما كيجوش مع الجنين كيجوا خفاف وكيجوا مقرمشين فاهمن بعد ما سرحت العجين كامل اللي عمدي قدي نجمع دوك العجين وغادي نديروه في البلاستيك الغذائي ومن بعد قدي ندوزوه باش قدي نخدم معاكم القروش كيما كتشوفوا معايا قدي تديرو انشا يعني تديرو واحد الكيمية كبيرة ديال انشا في البلاس اللي قدي تخدمو بها بهذا الشكل وانتو ما كدتاخدو العجين ديلكم كتتسرحوه في اللول بدلك إلا متوفر عندكم الماكينة غادي تدوزوهم الماكينة إلا ما متوفرش عندكم غادي تستعملو غير دلك وإنما الدلك يبغي شوية الخدمة وخاصكم يعني تسرحوهم يكونوا رقاق ما يكونوش غلط بزف باش من بعد من لي غادي نديروا وحدة على وحدة ما يجوناش مدقصين وما يجوش معجني كيما كتشوفوا معي من بعد ما سرحتهم بدلك غادي ندوزهم في الماكينة وانتو ما يعني كل واحدة على حسب الماكينة ديالو على حسب الرقم اللي يعني اللي بغيتو حاولوا فقط أنهم يكونوا رقاق فكيما كتشوفوا معي غادي نديرهم على شكل طولي على شكل صميطة هكا طوال من بعد غادي نحيد لهم دوك الجوانب كيما كتشوفوا بهذا الشكل باش جيونا دوك سنينتها كمجناب مرشومين ديال الجرارة من بعد غادي تحاولوا أنكم تقطعهم على شكل مستطيلة يكونوا طوال فأنتو ما كتحكموا يعني بغيتوهم يكونوا كبار أو لا بغيتوهم يكونوا صغار أو يكونوا متوسطين فكيما كتشوفوا معي أنا غادي نديرهم متوسطين شوية ما غاديش نديرهم كبار بزف غادي ناخد تقريبا غادي ندير ثلاثة ديال القطع كيما كتشوفوا معي وحدة فوق وحدة بهذا الشكل يعني ثلاثة ديال دوك المستطيلات بهذا الشكل غادي ندير وحدة فوق وحدة ومن بعد غادي ناخد ديك الجرارة وغادي نضغط عليها فلوس ديالهم بهذا الشكل كي ما كتشوفوا معايا غادي ندير غير واحد الجرارة هكا خفيفة فلوس ما توصلوش يعني لدك الفوق وما توصلوش لتحت يعني غير فلوس فكي ما كتشوفوا معايا وخاكا تكون يعني العجينة وحدة فوق وحدة ما غاديش يتلاسقو لكم لان ورقناهم زيان بالنشا فذاك شي لاش قلت لكم اكتروا من شي يعني ورقوهم دلوا ليهم النشا مزيان باش ما اللي تديروا ورقة فوق ورقة ما يجوكم شمعجنين فانا استعملت هنا تقريبا ثلاثة ديال القطاع تقدروا تستعملوا ربعة او تستعملوا خمسة او تستعملوا حتى ستة ديال القطاع بهذا الشكل وكتاخدوا دوك الاطراف ذاك الفقراني كتديروهم على التحت وكتقلبوا باش يجيكم على شكل سبولة فكي ما كتشوفوا معايا من بعد مشكل ذاك العجين كامل اللي عندي غادي نخليه يبات تقدرو انكم طيبوها في نفس النهار عمل احسن انكم تخليوها تبات كي نشوفوا دوك اللي قروش ومن بعد كي يجوكم زيانين كتبقوا يعني محافظين علي ذاك الشكل ديالهم وحتى كي يجوهم زيانين فمن بعد غادي ندوز باش غادي نقليهم غادي تديروا واحد الكمية كتيرة ديال الزيت غادي تخليوها تتسخن يعني ما تكونش سخونة بزاف كيما كان نقليو الفريت غير كتسخن شوية من بعد كتديروا الرمية ديال ديال القروش بهذا الشكل هذا وانتوما يعني كتتخليوهم يتحمروا من جميع الجوانيب بالنسبة لطريقة ديال الطياب ديال هاد القروش بحل طريقة طياب ديال الشبك يعني ما تجهدوش لهم العافية باش ما يتخطفوش لكم ويطيبو يعني من بلاسة وبلسة تبقى لكم ما طيبة غادي تديروهم على نارتكم من توسطة وانتوما مرة مرة كتحركوهم بهذا الشكل كيما كتشوفوا معايا فبالنسبة ليا غادي نحمرهم شوية كي يعني اللي كيبغيهم غير كيصهدوا واحد شوية غير كل لون ديالهم صففر هاكا شوية وكيحيدهم بالنسبة ليا غادي نحمرهم فكيما كتشوفوا معايا غادي نبقى نقلبهم على جميع الجوانيب حتى يتحمروا كاملين وياخدوا واحد اللون اللي كيكون دهبي من بعد غادي نحيدهم كيما كتشوفوا معايا بهذا الشكل تقدرونتما يعني على حسب اللون اللي بغيتونتما واشو بغيتم يعني يكونوا محمرين بزف اولا شوية فغادي نستمر حتى نكمل الكيمية كاملة اللي عندي ومن بعد غادي نطلقوا في الشكل النهائي ديال القروش ديالنا فكيجو رائعين كيجو مقرمشين بزف وكيجو خفاف بزف وبالنسبة لهذا الطريقة هدي تقدروا تخدموها حتى في شباكية وتستعملوا يعني نفس الطريقة فبالنسبة للناس يعني اللي كيكون عندهم مشكل في طريقة ديال تشباك فالطريقة حتى هي تقدروا تستعملوها بنفس المقادير ديال الشباكية انما تديروا هاد تشباكة هدي كتجي حتى هي ساهلة فهذا هو الشكل النهائي ديال القروش ديالنا او سبولة كيجو اكتر من رائعين كيجو مقرمشين كيجو هشاش بزف تقدروا تزينوا بهم المائدة ديال الرمادان فبالنسبة لهذا القروش هادو تقدروا انكم يعني لبغيتوا تطفوهم في العسل مباشرة يكونوا سخوان والعسل يكون بارد وطفوهم في العسل وتزينوا بشوية ديال الجنجلان او اللوز مهرمش هكا من الفوق فبالنسبة ليا غادي نزينوا بخطيطات ديال العسل بهذا الشكل من الفوق فتقدروا حتى تديروا لهم شوية ديال السكار غلاسي من الفوق كي يبقى لكم الاختيار او لا تخليهم غير بهكالينا من السمين باللوز والجنجلان وكنتمنى ايناروا الاعجاب ديالكم تجربوا ان شاء الله ويعجبوكم ما تنسونيش من لايك والبرتاج الى اعجبكم الفيديو وكنتمنى لقاكم في فيديو قادم مع السلامة اشتركوا في القناة